طيب ألف به سياسة بتقول إيه؟ بتقول إذا كنت أنا هعمل تكتل أو تحالف لأي أمر كان فيجب علينا أن نحن نبقى متوافقين في وجهة نظر ورؤية محددة فنقدر نقول والله مثلا ده فيه انتخابات رئاسية إذن نحن كحركة مدنية علينا أن ندفع بمرشح للرئاسة نحن كحركة مدنية إذا فيه انتخابات مجلس نواب هتحصل في 26 فالحركة المدنية لازم أنها تدفع بعدد من المرشحين للمقاعد النيابية سواء إذا كان في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ بالمناسبة اللي بقوله ده مش اختراع يوسف ولا وجهات نظره أي تحالف أي تحرك عايزة أضرب لك مثلا من بعيد مش حالكوا بنتكلم إنت وإنت 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 وإلا وحل في شمال الأطلنطي هو عبارة عن إيه؟ تحالف عبارة عن إيه؟ مجموعة دول مش كل دولة لها مصلحاتها الشخصية ده مما لا شك فيه ومصلحة شعبها واواوا صح لكن في حالة الاعتداء على أي دولة من دول النيتو النيتو كله يتحرك لو النيتو خد قرار كل الدول الأعضاء فيه تتحرك في إطار هذا القرار ما ينفعش ما تتحركش في إطار القرار بتاع الحلف هل ده برضو يوسف اللي بيقوله؟ إنه أطلق بيان زي البيان اللي صدر أو كما هو منسوب إنه لحاجة أو للطيار المدني تحديد أو لبيان الحركة المدنية فلما جابص على بيان الحركة المدنية أنا أفترض هنا إيه بقى؟ إذا كان البيان ده صليم 100% أبص على بيان الحركة المدنية فلقي إنه عبارة عن تقريباً خمس أو ستة أحزاب تقريباً عندهم حزب الاشتراكي المصري حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حزب الدستور حزب الشيوعي المصري حزب العيش والحرية حزب العربي الديمقراطي الناصري حزب الكرامة حزب المحافظين حزب الوفاق القومي إحنا أنا بنتكلم على تسع أحزاب وستة شخصيات عامة هم الأستاذ حمدين أستاذ المهندس سمير عليش أو الدكتور سمير عليش الدكتور عبد الجليل مصطفى الأستاذ علاء الخيام الأستاذ فاطمة خفاجي والدكتور مصطفى كامل السيد ستة من خمسين فيقرروا ستة ستة من خمسين زى التسع أحزاب في الحركة المدنية إنهم يقولوا والله ده فريد زهران ما يحفظ اللقب طبعاً ده مش المرشح بتاعنا وإحنا رفضينه طب هنا بقى لازم يجي سؤال ليه؟ ليه؟ يعني لما تعمل مجموعة من الاجتماعات المتولية والمتتالية للشخصيات العامة وأحزاب الحركة المدنية علشان يتوافقوا على مرشح واحد ما توفقوش كان قدامهم اتنين السيد فريد زهران وتنطول فخدوا قرار على إنه لا الحركة المدنية مش لازم كلها تدعم فريد زهران وده شيء غريب بالمناسبة ثاني هو يتحالف يا مش تحالف أو فلتعلن الحركة المدنية أنها لم تعد موجودة ولأنه عملية نحن مش قادرين نتوافق على مرشح رئاسي واحد وبالتالي يعني خليك فريد زهران مع الحزب بتاعه ومن يريد أن يتوافق معه أو يؤيده إلى آخره وخلي تنطوي مع الحزب بتاعه أو مع من يتوافق معه أو يؤيده وخلاص يا جماعة من هنا ورايح ما نقدرش نتكلم إن إحنا تحالف اسمه الحركة المدنية فكان في شيء في منتهى الغربة إنه حركة المدنية تقرر عدم التوافق على مرشح طيب فيبدأ أستاذ فريد يكمل في مشواره كمرشح للرئاسة ويصل إلى أنه أصبح من مرحلة المرشح المحتمل إلى مرشحاً لانتخابات رئاسة الجمهورية وتنطوي يقرر أنه يمشي في مصاره اللي كانت بتشوبه أمور كتير جداً غير قانونية تحدثنا جميعاً عنها وجرايد اتكلمت البرامج اتكلمت من يتفق مع تنطوي هو حر من لا يتفق مع تنطوي هو حر لكن الأكيد أنه كان فيه خرق قانوني فيما أطلق عليه التوكيلات الشعبية فأصبح تنطوي هنا واقف قدام إيه؟ قدام القانون مش قدام السياسة طيب تعالي نتخطى الحتة دي ونروح بصين كده يعني دلوقتي تنطوي مش مرشح في السباء الرئاسي هل من المعقول هل من المعقول أنه بما أنه تنطوي مش في السباء الرئاسي فيحدث انقساماً على انقسام في الحركة المدنية يدفع أنه بعض من أحزابها وقليل جداً من شخصياتها العامة يقرروا أنهم يصدروا بيان فإن كان البيان سليماً ورسمياً فليقولوا ذلك إن لم يكن سليماً ورسمياً فبرضو لازم يقولوا لنا كده لأنه اللي قدامنا أنه منشور على عشرات المواقع إنه لا دا احنا مش عايزين فريد زهران ونرفض فريد زهران وبعدين نبدأ بقى على صفحات الفيسبوك وصفحات وبعض الصفحات بتاعت بعضهم يعني نبدأ نشوه في فريد زهران اللي بالمناسبة يعني أنا مش أعوضه في الحزب المصر دي مقراطي الاجتماع لكن أنا أدعي أن أنا أعرف فريد زهران كويس إحنا بنتكلم على رجل تاريخ سياسي أكتر من رائع أكتر من نظيف أكتر من رائع أكتر من نظيف ده ملوش علاقة أنا هنتخب فريد زهران ولا مش هنتخبه تاني تبتكلم عايز تقيم فريد زهران فلة برلانت تاريخ سياسي شديد النظافة شديد النزافة ده تاريخ فريد زهران تتفق بقى مع أفكاره ما تتفقش مع أفكاره دي سياسة ما احنا قلنا أفكار نتفق ونختلف وتتصارع الأفكار إلى آخره بس ده فريد زهران معقول أنه علشان ما فيش تنطاوي أو معقول أنه مجموعة أو بعض من الأحزاب النصرية اللي موجودة في الحركة المدنية لمجرد أنه تنطاوي مش موجود في الله بينا نشوه في فريد زهران أو نسحب منه سك البركة يعني طب أنا عايزة أسأل سؤالي والله أتكلم بأمان هو الحركة المدنية معها سكوك غفران يعني مفترض أنه الحركة المدنية هي اللي تحكم وتقول هذا الرجل يصلح للرئاسة هذا الرجل لا يصلح للرئاسة هل الحركة المدنية تمتلك سكوك الغفران يعني هي اللي تمتلك السكوك التي تسمح لسياسي ما أن يكون مرشحا أو لا يكون مرشحا أن يكون معبرا عن الحركة أو غير معبرا عن الحركة طب الحركة فيها خمسين شخصية عامة هم فين ده فيه أربعة واربعين واحد ما مضوش على البيان اللي ممكن أوصفه بأنه البيان المزعوم حلو كده مش هقولك أنه البيان الأكيد مع أنه هو بيان أكيد ومعروف جدا مين اللي صرر بالبيان علشان نضرب فورتينا ما بين قسين علاء الخيان ومش جديدة يعني تمام وأرجو أنه يعني علاء الخيان ما يتضيقش ويصول ويجول ويجز على أسنان وبتاع لأنه إحنا بديتكلم سياسة يعني فهاش حاجة تزعل يعني فواحدة واحدة كده طيب طيب نبص تاني يعني لو أنه تنطاوي مش في الانتخابات يلا بينا نشوه ويلا بينا نفتت الحركة المدنية طب السؤال هل ده المشهد الأول جوه الحركة المدنية للمزيب من التفتت يعني هنسأل سؤاله هو هشام آسم محبوس ليه والله بسألك سؤال بجد قولي جاوب هشام آسم محبوس ليه هشام آسم محبوس سياسة لأ هشام آسم محبوس عشان غلط في الأستاذ كمالة بعيدة صح جميل طيب ومين اللي رفع الدعاوة وواواواواوا ورفض الصلح مع هشام آسم وهشام آسم من ناحيته برضو نشف دماغه فقدى الموضوع إلى أنه هشام آسم الآن محبوس على زمة القضية دي غلط طيب هم كانوا يقدر بمنتهى البساطة يعني المجموعة بتاعة النصريين اللي خدت قرار إنها تفضل طول الوقت تدفع بضغط نفسي على الأستاذ كمالة بوعيطة هو عارف أن أحبه قديه قوي يعني قوي ضغط 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 على كمالة بوعيطة حتى لا يتنازل حتى لا يتنازل حتى يستمر فيه رفع الدعاوة حتى حتى فوصلنا إلى أنه في الآخر خالص هشام آسمة حبس الله طبه من جوه الحركة المدنية وبالمناسبة هو طيار الليبرالي هنا بقدر لازم تاخد هنا المسألة بتاعة الله وإيه قصة بتاعة النصريين مع الليبراليين إنكم تختلفوا في الأفكار مفيش أزمة هو أنتم هتختلفوا مع الليبراليين أكتر مننا أكيد لا أكيد لا دا احنا يعني المتشددين جدا أو خالص لا طيب تعالين نبص تاني أكتر طيب وهناك أيضا رجل جوه نفس الحركة المدنية الليبرالي خد بالك مهندس أكمل قرطان طيب أنا عايز أعرف هو إيه شكل التوافقات اللي ممكن تتم طول الوقت يعني منين الطيار الناصري طول الوقت يهاجم الليبرالية طول الوقت هو حر بالمناسبة ومنين طول الوقت هو مستعاد يتحالف مع الكتل الليبرالية زي حزب المحافظين مهندس كمال قرطان أو يتحالف مع الليبرالية زي هشام أسم وبعد شوية نتخنق معاه طيب وهل ممكن تدبه خناقة برضو مع المهندس أكمل طيب السؤال هو إذا افترضنا جدلا شوف أنا بقولك هنا افترضنا جدلا أنه الليبرالية هي المصار التي ترتضيه الجماهير ومش النصرين بيحبوا دايما أغنية صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير طب لو الليبرالية هي المصار الذي ترتضيه الجماهير طب منين أنت ضد الليبرالية ومنين بتنادي طول الوقت بتحرير الاقتصاد وأنه لازم ننفتح أكتر وندي الفرصة للقطاع الخاص أن يعمل ما برضو ده خطاب مش نصري انا والله العظيم بعد افكر مع حضرتكم بصوت عالي هل الاحزاب النصرية اللي موجودة بجد بجد عارفين ومتأكدين انه خطابهم ده خطاب نصري يعني انت لما تيجي تقول لي والله انا عايز انفتح على اقتصاد اكثر حرية ومناخ اكثر حرية في الاقتصاد وملكية القطاع الخاص واعطاء المزيد من الفرص المستثمرين هل ده خطاب نصري ولا خطاب لبرالي هو ده خطاب لبرالي مش خطاب نصري خالص بالعكس خطاب نصري عكس ده بالكلية بالكلية النصريين عمليا لو احنا افترضنا انه الطيار النصري عنده فلسفة للاقتصاد ففلسفته في الاقتصاد ايما على حاجة اسمها رأس مالية الدولة اللي هي ايه تأميم التأميم التام او الموت الزؤام طب انتوا قاديين مع بعض ازاي طب انت عايز يا يوسف اللي انا فهمه انه قولوا يا جماعة انتوا نصريين فلتدفعوا بمرشحكم طب مرشحكم الحقيقة يعني مامشيش في مصاره بشكل سليم ولا بشكل سليم قانونيا تحديدا طب افترضنا انه ماشي في مصاره بشكل سليم قانونيا او اي مرشح اخر ومقدرش يجمع توكيلات بقى مقدرش يجيب التزكيات بتاعت مجلس النواب زي ما يطلع طب طلع بره اللعبة لأ مرشحنا طلع بره اللعبة يلا بينا نكشر طول الوقت عن انيابنا واسناننا ترجمة نانسي قنقر